هل يمكننا القول في البدء كان المنطق؟ تعودنا أن نقرأ يحنى واحد في البدء كان الكلمة فهل الكلمة هي المنطق؟ إن الكلمة في اللغة اليونانية يمكن ترجمتها المنطق وعليه يكون المسيح هو منطق الله في عالم التشويش والفوضى الله هو المنطق المطلق والمسيح هو التعبير الكامل عن المطلق في كل شيء ولسيما عنه في عقله في منطقه كان المنطق مجسدا متحركا بين الناس كان يتكلم بالمنطق ويصمت بالمنطق كان يبين ويوضح قوة المنطق عندما يعمل وعندما يعلم المسيح والمنطق وفي البدء كان المنطق تعالوا معي أحبائي المشاهدين وفي حوارنا مع الشباب لنتعلم عن دور المنطق في حياة المسيح هل سمعنا عن المجادلة بالحجة الأقوى؟ هل سمعنا عن الافتراض النظري وكيف يبني عليه ويستنتج منه؟ هل سمعنا عن المبادئ المنطقية والقياسات المنطقية؟ تعالوا نراها مجسدة في حياة المسيح مبهور عليك جمالك وأنا بنظر ليك لو عشت حياتي أختبرك وأتعرف بيك وانزاد وحتى على عمري مش هيكفيك لو قلت وكتبت أقلابي مش هيوفيك متفرق أنت يا يسوع أعجابي زايد بيك يا خسارة اللي مدأك هيلائف زيك متفرق أنت يا يسوع أعجابي زايد بيك يا خسارة اللي مدأك هيلائف زيك هيلائف زيك أرحب بكم أحباء المشاهدين أرحب بكم أعزائي الشباب حلقة جديدة من المسيح الذي لم أعرفه حلقتنا اليوم عن المسيح والمنطق للأسف الشديد أحباء المشاهدين قد تم تهميش كلمة المنطق وتم تخزينها في قاعات المحاضرات تم سحبها من الشوارع والأسواق والمدارس والبيوت والكنائس والمساجد تم سحب كلمة المنطق على أنها شيء قاصر على المثقفين أو المتعلمين بل وشريحة واحدة من هؤلاء الذين يدرسون الدراسات الأدبية يحتاجون أن يعرفوا ما هو المنطق وعند عامة الشعب لم يبقى عند الجميع سوى تعريف سعيد صالح لما هو المنطق وهذه هي المأساة والكارثة التي نعاني منها كشعوب عربية المنطق هو هبط الله العظمى للعقل البشري العقل البشري عقل منطقي الله حباه هذه القدرة أن يقيم القياسات المنطقية وأن يفكر بطريقة مرتبة وعندما اعتدي على هذا العقل من إبليس ومن أشخاص لهم مصالح خاصة يريدون استغلال الإنسان كان أول عائق بينهم وبين استعباد الإنسان هو المنطق فكان لابد من تغييب منطقه كان لابد من قهر منطقه لكي يسهل عليهم استعباده واستغلاله أحباء الشباب من أسوأ الأشياء التي يعملها الشيطان هي هدم المنطق البشري علشان كده جاء المسيح ليسترجع للإنسانية كرامتها ويسترجع الصورة الجميلة التي خلق الله الإنسان عليها وكان لابد أن يبدأ من الدور الأعلى كان لابد أن يرجع للإنسان عقله ومنطقه ولهذا عاش هو في كل تعاليمه يحترم المنطق ويحترم العقل وده اللي هنحاول نشوفه في حلقتنا وربما في حلقة أخرى كيف كان يجري حواراته عندما كان يقدم قضية للمجتمع هل كان يقدمها وقوله الوحيد وحجته الوحيدة ربنا قال ربنا قال ولا كان بيحترم عقل السامع ويحاور ويناقش كان يبدأ بفرضية ويبني عليها فرضية يضع القياس المنطقي وراء القياس ويحترم مبادئ المنطق حتى يقتنع من هو أمامه وعندما كان يعارض وعندما كان يتهم بالدجل واتهموا أنه ببعلى زبول يخرج الشياطين هل كان رده عليهم أنا نبي الله ولا رسول الله واللي هيعارضني هيجيله ويحط فيه جهنم ومئس المصير للي يرفض كلامي كلا قالوا ببعلى زبول تخرج الشياطين ناقش هذا الكلام وقال لهم ببعلى زبول أخرج الشياطين إن كل مملكة تنقسم على ذاتها تخرب إن كان الشيطان يخرج شيطاناً فإن مملكته لا تبقى عندكم من أولادكم من يخرجون الشياطين فإن كنت أنا ببعلى زبول أخرج الشياطين فأولادكم بمن يخرجون هم يحكمون عليكم كان لا يستثار ولا يعتبر أنه مجرد أنه قال فهذا يكفي حجة وبرهان لكن كان يحترم الاعتراض ويقدم الحجة وراء الحجة والبرهان وراء البرهان المسيح كان يحترم المنطق قال عنه دالاس ويلرد الفيلسوف الشهير في جامعة كاليفورنيا الآن وهو رجل موقر على مستوى العالم كأستاذ للفلسفة قال عبارته الشهيرة المسيح هو أعظم مفكري الجنس البشري وهو أذكى إنسان ظهر على وجه الأرض هذا ما سنحاول أن نقترب إليه في هذه الحلقة هل كان المسيح فعلاً زكياً؟ هل كان يحترم المنطق؟ هل نشر تعاليمه بالقهر؟ أو حتى بالتخويف؟ وأنا ربنا قال لي وأنا بقول لكم واللي ما يسمعنيش هيروح في دهية؟ أم كان يحترم عقل السامع؟ ويحترم اعتراض السامع؟ ويجاوب هذا وذاك بالحجة بالمنطق وبالبرهان؟ قيل عن أرستو أنه المعلم الأول لأنه وضع أسس علم المنطق وكان أرستو قبل المسيح بربعمائة عام تقريباً هل المبادئ التي وضعها أرستو كالمعلم الأول احترمها المسيح؟ ده أحاول أشوفه معاكم في الحلقة دي فاسمحوا لي أشرح النظرية بإسلوب علماء المنطق بيسموه فورتيوري أرجومنت أو بالعربية المجادلة بالحجة الأقوى المجادلة بالحجة الأقوى يعني إيه المجادلة بالحجة الأقوى؟ يعني أنا بقول لك نظريتي بقول سين نظريتي هي سين فأنت بتعترض على سين وبتقول لي لا الكلام ده مش مزبوط فأنا بسيب سين على جام وارح جايب صاد أنت مقتنع بصاد؟ تقول لي آه أقولك أن البرهان على صحة سين أقوى من البرهان على صحة صاد فإذا أنت كنت تقبل صاد لازم تقبل سين واضحة؟ هقولها تاني أنا بحاول أبعلك أو أديلك أو أقنعك بسين أنت رافض ما بقى تخنقش معاك بسيب سين على جام وارح جايب صاد ليه جبت صاد؟ أصلا أنا عارف أن أنت مقتنع بصاد وبعدين أبرهن لك أن البرهان على صحة سين أقوى جدا من البرهان على صحة صاد اللي أنت قردي مقتنع بيها فإذا أنا جبت لك صاد وبرهانها وفكرتك ببرهان سين ما قدماكش غير أنك تسلم بصحة سين هل المسيح اتبع هذا الأسلوب؟ تعالوا نشوف مثال ناخد مثلا متى 12 من عدد 9 لعدد 14 ممكن تقرأ لنا يا مارك ثم انصرف من هناك وجاء إلى مجمعهم وإذا إنسان يده يابسة فسألوه قالين هل يحل الإبراء في السبوت لكي يشتكوا عليه؟ فقال لهم أي إنسان منكم يكون له خروف واحد فإن سقط هذا في السب في حفرات أفهم يمسكه ويقيمه؟ فالإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ إذن يحل فعل الخير في السبوت إيه سين هنا؟ سين من وجهة نظري إنه يريد أن يشفي إنسانا في السبت هو رايح والشيء التعليم اللي عايز يسوأه أو عايز يقنع به أو الحاجة اللي عايز يقولها يا جماعة أنا جاي هنا بحب الناس عايز أعمل خير عايز أشفي هذا الإنسان في السبت معترضين ما ينفعش تشفي في السبت فسين مرفوضة رح راكن سين على جنب خالص اللي هي شفاء إنسان في السبت وجاب حاجة لا ليها دعوة بالشفاء ولا ليها دعوة بالإنسان جاب خروف خروف سقط في حفرة في يوم السبت أي إنسان منكم وهنا الجمال في الأسلوب لما يستعمل أسلوب الفردي الشخصي ويوجه الكلام للمستمعين أي إنسان منكم ليستسير الجزء العاطفي يكون له بص الجمال خروف واحد عشان يعيش الناس فيه المعاناة العاطفية لفقدان الخروف الواحد له خروف واحد فإن سقط هذا في السبت في حفرة أفما يمسكه ويقيمه الإجابة نعم هو متأكد إن إصاد مقبولة عنده إذا سقط خروف واحد في حفرة وصاحبه لا يملك غيره في يوم السبت فإنه يمسكه ويقيمه حدث صمت لأن الإجابة معروفة إنها نعم رح سايب صد ورجعنا تاني بفرضية جميلة الإنسان كم هو أفضل من الخروف هل الإنسان أفضل من الخروف؟ أعتقد أن البديهية والمنطق البسيط جدا يقول نعم الإنسان أفضل من الخروف إذن الحج على أو البرهان على قوة سين أقوى من البرهان على قوة صاد فإذا سلمت بصاد لابد أنك ترفع راية الاستسلام وتسلم بسين وبالتالي كان واضحا جدا انتصاره المنطقي الرائع فقال فالإنسان كم هو أفضل من الخروف بما أنه بقى بما أنه يحل إنقاذ الخروف في يوم الساب بناء على حواري معكم إذن يحل فعل الخير في السبوت ثم قال للإنسان مد يدك فعادت صحيحة كالأخرى ماذا كان رد فعلهم؟ رد فعل من لا يحترمون المنطق ويستبدلون الحجة بالسيف فعندما تغيب عنهم الحجة لا يبقى عندهم سوى السيف وعلى فكرة ده مبدأ عام في نشر العقائد في إقناع الناس بالتعاليم لا بديل عن هذين الشيئين إما الحجة أو السيف إذا لم تحترم عقل الإنسان أعتقد لكي تقهرهم لن يبقى أمامك إلا السيف عشان كده يقول فخرجوا الفرسيين فلما خرج الفرسيون تشاوروا عليه لكي يهلكوا ليطفئوا الشمس ليغيبوا المنطق لأن قوة منطقه كانت لا تصد ولا ترد ده الأسلوب اللي كان بيتبع المسيح وهذه مدرسة من مدارس علم المنطق تعلم الآن اللي هي بيسموها فرتيوري أرجومنت أو المجادلة بالحجة الأقوى أنت مش قابل حجتي بركنا على جنب بجيب لك واحدة تاني أنت مقتنع بيها البرهان بتاع الأولانية على صحتها أقوى من برهان التانية على صحتها دلوقتي بقى هنعمل إحنا بقى مسألة ونحلها أنتوا بقى اللي هتطلعوا فيها سين وصاد وتطلعوا لنا بالنتيجة نبص كده في يحنى سبعة عدد واحد وعشرين لاربعة وعشرين إقرلنا مريان على ما الباقي فكر أجاب يسوع وقال لهم عملا واحدا عملته فتتعجبون جميعا لهذا أعطاكم موسى الختين ليس إنه من عند موسى بل من الآباء ففي السبت تختنون الإنسان فإن كان الإنسان يقبل الختين في السبت لألا ينقض نموس موسى أفتسخطون علي لأني شفيت إنسانا كله في السبت لا تحكموا حسب الظاهر بل أحكموا حكما عادلا بديع الكلام والكونكلوجين حتى أو الخلاصة لا تحكموا حسب الظاهر بل أحكموا حكما عادلا شوف الجمال بتاع الكلام جعل الظاهر مضادا للعدل يعني أنا لو أنا اللي بكتب أقول لا تحكموا حسب الظاهر بل أحكموا حكما عميقا لأنه عكس الظاهر العميق أو أقول لا تحكموا ظلما بل أحكموا حكما عادلا لكن هو اختار الظاهر واختار العادل وكأنه يريد أن يقول دائما الحكم حسب الظاهر حكم ظالم وإذا أردت أن تتخلص من الظلم وتكون أحكامك عادلة لابد لك منها العمق مفهوم الفكرة دي دكتور تسمحني ما ليش أقاطع المعادلة وأقول حاجة المسيح كان شايف في الناس في الوقت ده بصيل الكتبة والفرسيين من بره ومنبهرين ونفسهم يعملوا زيهم كانوا قيمة فتالي هو كان بيحاولي فهمهم أنه خلي بالكم الظاهر حاجة والبطن حاجة فلما تشوفوهم ما تحطوش قلبكه قوي أنكم تكونوا حسب السورة المرسومة من بره يستحث الناس على أن يفكروا بعمق ودي آفة بقى من آفات الشعوب المتخلفة تعليق الناس بالظاهر إذا أردت أن تهدم أي شعب أو أي كنيسة اجعل الناس في هذه الكنيسة يتمسكون بالظاهر شوف روعة المسيح بيقول يا جماع إذا أردت أن تحكموا أحكاما عادلة يعني أحكام عادلة يعني أحكام صحيحة يعني يعني أنتم متخيلين مأساة إبليس إبليس مجرم لأنه كدام بيخلط الحق بالزيف أنت لما تنشر الزيف أنت بتضيع كل شيء أنت بتعايش الناس في وهم محتاجين العدل محتاجين الصح محتاجين الحق لو عايز ده ما قدماكش غير سكة واحدة أنك تتخلص من الظاهر طول ما أنت عايش بتفكر في الظاهر بس لن تكون أحكامك أحكاما عادلة وصحيحة وحق استعمال المنطق هو اللي يخلينا نتخلص من الظاهر فهو هنا بيقول لهم أنا رحت بركت بتحزدة ووجدت إنسان ملقى منذ ثماني وثلاثين سنة مفلوجا مسكينا شفيته شفيت هذا الإنسان وأرجعته إلى عائلته وأرجعته إلى عبادته لأنه وجده يسوع بعد هذا في الهيجر فتسخطون علي وتريدون أن تقتلون هل هذا منطقي؟ تعالوا نتفاهم من أشياء أنتم بتعملوها خليني أخذ حقيقة أنتم مسلمين بها اللي أنا عايز أقوله أنه يحل دي سين بقى يحل شفاء الإنسان في السن أنتم شايفين صاد إيه؟ بناء على النظرية اللي احنا وضعناها أن يختات الإنسان في السن أنتم بتقبلوا ختان الإنسان في السبت ليه بتقبلوا ختان الإنسان في السبت؟ أليس هذا النقض للنموس؟ مش أنتم بتقولوا أنه ما يصحش واحد يعمل حاجة يوم السبت؟ طب ليه بتعملوا الحكاية دي؟ يا جماعة لو جي معادل ختان يوم السبت هتختنوا الولد ولا مش هتختنوا؟ بلنها نختنوا طبعا طب ليه ما أنت كده بتعملوا حاجة غلط؟ بتعملوا حاجة يوم السبت؟ يقول لك لا مصلة دي فيها بركة للإنسان كويس برضو ان احنا نعمل برضو طب بركة للانسان ان يختاتن يوم السبت ومش بركة للانسان ان يشفى كله يوم السبت هل هذا منطق؟ لا تحكمه حسب الظاهر بل حكمه حكما عادلا انا حقيقي معجب بشخص المسيح وبحبه مش بس بالمعنى الطفولي انه حبني ومات علشاني وان كان ده حقيقة عظيمة لكن بحبه كشخص بشوف فيه العمال دايما ينكش العقل ويحاول يسترجع العقل للصورة اللي ربنا خلقوا عليها انه هو فكر انت بتعمل ممارسة ليك 30-40 سنة يا اخي بتعمل ممارسة وماشي فيها بييجي الولد يوم السبت بنختنه يوم السبت طب انا شافيت انسان يوم السبت ما فكرتش للحظة قبل ما تستزنبني هو اللي انا بعمله ده صح ولا لا ما حاولش تستعمل عقلك وتقول ينفع ولا ما ينفعش كانوا للأسف يغيبون المنطقة ناخد مثل ثالث ونكتفي في النظرية بتاعة المجادلة بالحجة الاقوى تقريلنا يا اوليفيا يوحنى 10-31 فتناول اليهود ايضا حجارة ليرجموه اجابهم يسوع اعمالا كثيرة حسنة اريتكم من عند ابيك بسبب اي عمل منها ترجمونني اجابه اليهود قائلين لسنا نرجمك لاجل عمل حسن بل لاجل تجديف فانك وانت انسان تجعل نفسك الها اجابهم يسوع اليس مكتوبا في نموسكم انا قلت انكم الها ان قال الها لأولئك الذين صارت اليهم كلمة الله ولا يمكن ان ينقض المكتوب فالذي قدسه الاب وارسله الى العالم اتقولون له انك تجدف لاني قلت اني ابن الله ان كنت لست اعمل اعمال ابي فلا تؤمنوا بي ولكن ان كنت اعمل فان لم تؤمنوا بي فامنوا بالاعمال لكي تعرفوا وتؤمنوا ان الاب في وانا في هنا بقى يعني كم رائع جدا من الحجج ومن الاسلوب المنطقي يعني انا بستغرب ان المسيح كان بيستعمل كل هذا الكم من المنطق في وقت من الفين سنة وبتقلم جدا النهاردة وانا بسمع العذات ما بحسش ابدا انه يعني هناك احترام للمنطق وللعقل كما كان المسيح يعني انتم بتخيلين الاسلوب ده اللي المسيح بيتكلم به ومن الفين سنة وبتذكر مقولة شهيرة قالها شاب قال المكان الوحيد الذي افك فيه رأسي واضعها تحت المقعد هو الكنيسة يعني ما بحتاجش فيها رأسي ما بحتاجش مخي علشان ما فيش اي حاجة بتخاطب وانا فعلا الحقيقة وانا قاعد بسمع ربنا موجود ربنا معاك ربنا كبير ربنا ان شاء الله ينصرنا ربنا يعني هيسهل الطريق ومحدش ابدا بيقول لي هو معايا ليه وامتى يبقى معايا وامتى بيبقاش معايا ومطلوب مني يعمل يه علشان يبقى معايا وينصرني بناءنا عليه طب وهو التاني ده عدو عشان ينصرني عليه وليه هو مش ربنا خلق التاني ده طب ليه ربنا ينصرني أنا عليه ممكن ينصره هو علي زي بالزبط فرق الكورة زمان ايام مبارك لما كان فيه لعب كورة يعني وكانوا بيلعبوا كل فريق يقول لك ايه ان شاء الله هنكسب ليه بناء معانا عشان ربنا معانا ان شاء الله هنكسب طب وربنا مش معا التانيين ليه كل واحد بيسمع والكنيس ماشي بهذا الاسلوب انه ان شاء الله وربنا معانا وربنا كبير طب بناءنا عليه طب في حاجة مطلوبة مننا بحاجة بيقول لي إيه المطلوب مننا بحاجة بيقول لي طب وهو ليه سمح بكده من أصله ولو أنا شلت الخطأ مثلا أو عملت المطلوب هو هيوقف جنبي ولا هو ربنا معانا لمجرد رغبة إشباع الرغبات تطيب الخواطر تريح الناس وعدم مخاطبة عقوله هذا الأسلوب أبعد ما يكون عن الأسلوب اللي كان المسيح بيستعمل إزاي نطبق المجادلة بالحجة الأقوى في هذا الحديث المسيح بيقول لهم أنتم عايزين ترجموني علشان أنا قلت إني ابن الله أنا ما بتراجعش عن هذا الكلام بس أنا عايزكم تفكروا بالمنطقة هل في كتابكم قيل لأناس أنهم آلهة مش حتى ابن الله ده تقال لهم أنهم آلهة فيه ولا مفيش فيه لا يمكن أن ينقض المكتوب إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله فتسقطون علي وبتمتقموا مني وعايزين ترجموني لأني قلت أنا ابن الله وهذا هو الذي قدسه الآب وأرسله ثم يقدم براهين على أنه مرسل من الآب أعتقد أنها يعني مكالكعة ومليانة شغل فحلو نقشها ويكون عندكم فرصة تفكروا فيها بعد الفاصل أحبائي ابقوا معنا أرحب بكم مجددا أحباء المشاهدين نواصل حلقتنا عن المسيح والمنطق ما زلنا نبني على نظرية المجادلة بالحجة الأقوى كيف كان يستعمل المسيح هذه النظرية أو هذا الإسلوب المنطقي خلينا نقول الإسلوب المنطقي في حواراته مع اليهود جبنا مثالين من متى 12 ويوحنة 7 دلوقتي قدامنا مثال من يوحنة 10 أرتهولنا مريان قبل الفاصل يا شباب عايزين نطبق النظرية أو الإسلوب المنطقي على الكلام ده فين سين فين صاد فين البرهان الخلاصة فضل يا مارك سين هنا اللي مش مقتنعين بيها اللي هي واضح أن هم كانوا بينقشوا فيها أو بيحاربوا فيها إن هو قال لهم بأي عمل أنتوا عزين ترجموني قال لهم هو سألهم كده رحهم قال لهم مش بسبب أعمال بسبب أنك جدافت وقلت أنت إنسان وعايز تعمل نفسك الله وعايز تصير إله فهي سين هنا تحديدا إن هو عايز يقنعهم إن هو ابن الله وإن هو من الله دي سين في القضايا وهم رفضين وهم رفضين سين دي خالص فادي إيه صاد الصاد بقى قال لهم لا ده في مكتوب في ناموسكم إن أنا قلت أنكم أليه فهو جاب لهم حاجة من النموس وتحديدا في مزمورة 82 إن الله دعا وهو قال مش أي حد تاني إن القضاء اللي هيكونوا معهم كلمة الله واللي هيحكموا بين الشعب هم يعتبروا مندبين عن الله أو يعتبروا قال لهم كده أليه ويمكن ده اللي حصل مع موسى قبل كده لما قال له أنا هجعلك إله لهارون أخيك فهم كانوا مستغربين فكرة إن إنسان يجعل نفسه إله لكن هو ما جعلش نفسه إله هو أداهم برهان إن الله أطلق لفظ إله أو هو قال إن دول إليها دي صاد اللي هو يعني حولهم من النقطة اللي كانوا بينقشوا فيها لنقطة إن مكتوب في ناموسكم وقال حاجة كمان ولا يمكن أن يؤقض المكتوب فأنتو ما ينفعش تلغوه أو ما ينفعش تنسخوه أو أي حاجة تاني شوف الروعة هنا إنه هو وترك حقيقة شخصه أنا مش هجادل في مين أنا أنا مين مش هنقشكم فيه أنا هنقش في الشكل بتاع الكلام أنتو زعلانين علشان أنا قلت الكلمة دي قلت إن أنا والقاب واحد فأنتو بتقولوا وأنت إنسان تجعل نفسك إلها طب روحوا حكموا ربنا في النموس اللي قال لناس أنا قلت أنكم آله وليه قال لهم أنتو آلهة لأن معهم صارت إليهم كلمة الله ده نص الآية قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله يا جماعة ربنا قال لناس معاهم كلمته أنتم أنا قلت أنكم آلهة أنا بقى معيش كلمة الله أنا معايا أعمال الله وأنا أعتقد أن الموضوع يعني واضح إن كنت لا أعمل أعمال أبي فلا تؤمن بي إن كنت لا أعمل أعمال الله لا تؤمن بي لكن إن كنت أعمل فلا تؤمن بي لكن آمن بالأعمال التي أنا أعملها فإن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله هل يجدف من قال أنه ابن الله أو هو والآب واحد وهو يعمل أعمال الله أيهما أقوى الكلمة أم العمل أيهما أكثر تعبيرا وتمثيلا عن الله هل من يقول كلام الله أم من يعمل أعمال الله فبلا شك كانت الحجة أقوى جدا إذن إذا قلت عن نفسي أنني أنا والآب واحد الأمر يجوز من جهة الكلام أنا بتكلم عن الكلام أنا مين ده موضوع تاني لكن أنا بناقشكم من منطقكم أنتوا زعلين على كل ما أنا قلتها طيب روحوا هدوا النموذ بقى طالما هتهدوا وضعي أنا هتهدوني وترجموني وتهدوا حياتي علشان أنا قلت روحوا هدوا النموذ بس على فكرة لا يمكن أن ينقض المكتوب فلا يمكن أن تهدموني لأنه ده مباش قياس صحيح واضحة وبعدين يا دكتور هو ما كانش بيعمل أعمال عادية لكن كان أعماله منفردة وكان باين أن هي أعمال خاصة بالله يعني أعمال ما فيش عليها اختلاف فهو كان مدرك تماما أن نقطة الأعمال دي بيشهد عليه حتى أعداءه أصلا ده كان عقب تفتيح عينين مولود أعمى والراجل الأعمى اليوم منذ الظهري لم يسمع قط أن أحدا فتح عيني مولود أعمى ما كان يقدر أن يفتح عيني لو لم يكن الله معه فحتى الأعمى استنتج أنه لا يمكن أن يكون هذا الشخص يعمل أعمال من نفسه أنه يعمل أعمال الله يبيزا باختصار شديد سين المسيح قال عن نفسه أنه ابن الله اليهود رفضوها صاد الله قال عن القضاة الذين امتلكوا كلمة الله أنهم آلهة البرهان أن الأعمال أقوى منه الكلام المسيح عمل أعمال الله الناس اللي قالوا كلام الله تسموا آلهة يبلعمل أعمال الله غزبا عنكم لازم يتسمى ابن الله وما فيش أي خطأ في هذا الأبد هذا هو أسلوب الجدال المنطقي بالحجة الأقوى طبعا إحنا جبنا ثلاث أمثلة لكي حمكن نطلع عشرات الأمثلة وأنا أشجعكم وإنتوا بتقرؤوا الأناجيل بعد كده وبتقرؤوا أحاديث معلمكم يسوع تأملوا فيها فحصوها جيدا ابحثوا عن الروعة والذكاء والقوة في الحجة وحاولوا أنكم أنتم كمان تستعملوها في أحاديثكم مع الآخرين عندكم أي سؤال قبل ما ننقل لكتور عندي سؤال أنا يعني منبهر جدا بأسلوب المسيح ومنطقه في الكلام يعني إيه اللي بيعمله ده فعلا أسلوب يعني إحنا بنقرأ كده بنعدي الكلام بس فعلا لما الواحد يركز فيه إيه ده إيه اللي المسيح بيعمله ده بس سؤالي بكل انبهارنا بالمنطق ده هل المنطق اللي المسيح استخدمه ده فعلا وصل للناس يعني هم ردوا فعلوهم ناحية المنطق ده استجابوا ليه فرق معيهم المنطق ده لما هو خاطب عقولهم محترم عقولهم كده فرق معيهم ولا ما كانش فيه يعني المنطق ده ما كانش ليه نتيجة للمسيح شوف أمينة أنا أفكرك بموقف أو اتنين فمرة بعتوا جواسيس وخدام يقبضوا عليه كلام ده في يوحنى السابع فراحوا لقيوا قاعد بيتكلم قاعدوا يسمعوه يسمعوا 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 وبعدين خدوا بعضهم ورجعوا ونسيوا هم كانوا جايين ليه فلما رجعوا من غيره قالوا لهم فينه لماذا لم تأتوا به افتكروا اه صح ده احنا كان المفروض ان احنا نجيبه فردوا عليهم رد جميل قال لهم لم يتكلم انسان قط مثل هذا الانسان ابتدوا يرجعوا هو احنا اللي جرلنا لما رحنا احنا سوبينا بقوة حجته ومنطقه على فكرة المسيح ما كانش بقول شعر المسيح ما كانش بيزجع الكلام المسيح ما كانش بيعمل موسيقى في الاحاديث كان لحناه العظيم هو قوة المنطق هو احترام عقل الانسان انا يزعلني جدا ان واحد عايز يسوألي بضاع عايز يبيعلي حاجة فيجملها لي وبعدين الاقيها من جوه قش ليه كلنا بنزعل من الصيني والمضروب والتيواني لانه الشكل بيبع حلو وبعدين من جوه مفيش انا تصعب علي كرمتي ويصعب علي عقلي قوي لو ان واحد عادي يجمللي في كلام وبعدين اكتشف ان الكلام ده محويش حق ايه المقلب اللي خدته ده ايه قيمة كلام جميل ومنمق وحلو وبعدين ملاقيش حاجة تمسك فيه المسيح بقى كان عكس كده خالص اهو ده من اللي انت خد من ده بقى انا قلت وبما انه اذا مفيش تجميل مفيش شعر مفيش سجع مفيش موسيقى في الكلام لكن فيه منطق في احترام لعقلي في تقدير لكرمتي الانسانية مش لعب على غرائزي مش لعب على وطر انفعلاتي برنين لكن واحد بيحترم كرمتي وبيحترم عقلي وبيقنعني حجة ورا حجة ويبني حجة على حجة لغاية ما يخلص بكونكلوجين بخلاصة تخلي قدامه ما قدامهش حل من اتنين يا يقتنع يرفع سيف مفيش حل تاني يا اما يسلم ويسجد ويقر اما انه يهيج ويرفع الحجارة فردي على سؤالك هل كانوا الناس بيستقبلوا اه كانوا بيستقبلوا بس مين اللي استقبلوا بقى افحص الكتاب جيدا ليس المثقفين لكن المخلصين الاخلاص يحدد من العقل ويجعله حادا الاخلاص ينقي السريرة والطوية فيجعل العقل صافيا يستطيع ان يستقبل الحق اكتر شيء يعمي العقل عن استقبال الحق هي الخطيئة عدم الاخلاص الغرائز والشهوات لما بتكون عايز تعيش في خطيطك انت تحب تطف النور لازم تطف النور والنور يزعجك ولو حاول يخترقك تحاول انك تبعد لكن لو انت مخلص ومشتاء على النور بسرعة شديدة تميز الحق وتعرف فهل الناس كانت بتستقبله نعم بس مين اللي بيستقبله المخلصون لانه دولا بيبعا لهم نظيف وشفاف ويقدر بسرعة يلقط القوة والحجة المنطقية طيب دكتور عايزة ننزل لأرض الواقع شوية الناس احتارت ومش نافعها انها تفكر وتشاغل مخها وتطلع فاستسهلت انها تدور وتسأل نعمل ايه فانا عايز اعرف ايه بيوذهب ايه او ايه بيودي ايه ولما تحط في الموقف ده والخطية دي اقدر اتعمل فيها ازاي وابتدوا يدوروا على مصادر انه قلولنا فابتدوا واحدة بوحدة العقل يغيب والمنطق يغيب وهو ده اللي حاصل لو احنا حبنا نبقى بوسطة وواضحين نعمل ايه انا زمان سميت التفكير المهمة المستثقلة والنعمة المنسية نعمة التفكير الناس يعني ابأس انواع الكسل هو الكسل الفكري يا ماريان واحنا كلنا يتيالم اتفقين ان الكسلان ما بيعرفش يعيش مظبوط وبنشجع الناس على الاكتهاد انا بقول صح بس اهم انواع الاكتهاد هي الاكتهاد الفكري شغل عقلك وايلا هتضيع نفسك اذا ما ارهقتش نفسك وزي ما انت قلت بقى كلمة مهمة اوي وده اللي حاصل في مجتمعات الدينية بص بقى انا مش عايز واجع دماغ انتوا فكروا لنا واحنا هنمشي وراكم يا رجال الدين هنحترمكم وهنكرمكم وهنعليكم ونلبسكم اللي انتوا عايزين تلبسوه ونديكم اللي عايزين تاخدوه بس اعملوا معروف فكروا لنا واقولوا واحنا نمشي وراكم ريحونا بقى من الحاجة السخيفة دي اللي اسمها تشغيل المخ والتفكير وتكون النتيجة الهلاك الابدي بص في اية مهمة ربنا قال زمان لو عاقلوا لفطنوا وتأملوا اخرتهم لكنهم كفوا عن التفكير فلم يفطنوا ونتيجة هذا هو الهلاك كنت اتمنى اسمع اسئلة اكتر لكن اوعدكم بحلقة تاني عن المنطق نشوف فيها نظريات تاني واساليب تاني ونستمتع تاني بالمسيح وبهذه المعادلات والحسابات الجميلة لكن كعادتنا نفسي اسمع من كل واحد فيكم شيئا عن سيده ومعلمه حاجة بكون فعلا اتغيرنا فيها مش بس انبهرنا ونوين ان احنا نعيشها ابدأ بالانسات الفاضلات ابدأ بأوليفيا ما شفتش حد بيحترم عقل الانسان بالطريقة دي يعني يعني المسيح عايزنا نفكر ونشغل مخنا وزي محضرتك قلت بدأ من فوق من دور الاعالي يعني لازم ان احنا نفكر ونعرف الامور ماشية ازاي مش نرضى وعايزين واحد اتنين تلاتة نمشي عليهم عشان بنستسل فنفسي نفسي انا يعني انا كمان ابدأ اشغل مخي وفكر اكتر علشان يعني ما بقش كسلينا يعني ابقى مخلصة ومكتل شكرا يا اوليفيا مينا فرق معي قوي نفس النقطة يعني فعلا اخر حتة كمان مريان قالتها احنا بنعتمد على الناس قوي في ان احنا ناخد منهم الافكار ونمشي بيها دي حسيتها قوي ان المسيح هو احق واحد انه هو كان احق واحد انه يقول اعمله كده اعمله كده لانه هو عمل هو عايش كان سهل عليه قوي وكان هيبقى احق واحد انه يقول للناس اعمله كده لكن هو ما اعملش كده هو احترم عقولنا ورغم ان هو اكتر واحد عايش صح لكن هو احترم عقولنا وقال لنا دي فرقت معي قوي وحسيت ان انا يعني فين يا رب من ده انا نفسي نفسي فعلا في ده شكرا يا مينا مارك انا ناو ادرس منطق واناو اقرأ فيه وادرس فيه كويس واستخدم اسلوب ده في الكلام انا شخصيتي باستخدم الاسلوب التاني ممكن اجمل اختار الفاظ ادعم شوية عبارات قوية رنانة لكن بما ان اذا ده اسلوب اقوى وابقى مع الوقت لانه يبقى صعب حد تاني يخترقه لكن لو اقنا حد بس بشوية عبارات جميلة لكن لو جي حد تاني بمنطق اقوى رغم الكلام اللي انا عايز اقوله على جنب فاستخدام الاسلوب ده في الكلام يا شكرا فادي انا محتاج من ارجع تاني للعهد القديم هو ان ابص ببصة تانية زي ما كان المسيح بيبص ان هو كان بيفهم مش كان بياخد الايات كده على طول عشان كده هو كان عاقي اعرف ان اليهود وكانوا حافظين لكن هو كان فاهم JO يمكن كانوا اعرفين الايات دي لكن هو كان فاهم وكان بيستخلص الملاحزات مش بس من الشريعة بيستخلصها من الحياة العملية فانا نفسي ان انا اركز في الوقت اللي جاي مش مع الكام ولكم ان انا اقرأ ما انا احفظ لكن المهم ان انا افهم واستخلص ودرب عقلي ان الحاجة اللي انا احفظها قردي قدر افهم ربنا كان عايز ايه والمبدأ اللي وراقي شكرا مريان أتمنى أنه لو كان الناس اللي بيفكروا لنا حتى بيطلعوا لنا بحلول ومظبوطة كنا نمشي وراهم بس حتى الحلول اللي بيقولوها واللي بيطلعوها بتودي في سكة اللي بيروح ما بيرجعش فأنا بقول لنفسي لو في حاجة من الحاجات أنا بعملها حفظا لا لأنه ياريت الحفظ كان بيمفر أحبائي أحياناً نستبدل المنطق الصحيح بالصوت العالي ونستبدل الفكر السليم باللحن الجميل لكن حتى متى سنظل ضحايا لأصوات عالية وألحان جميلة حتى مدى نعود إلى كرامتنا وإنسانيتنا فنستخدم عقولنا المسيح احترم الإنسان فاحترم عقله والمسيح لأنه أحبنا كان يناقشنا ويحاورنا كان يستطيع أن يملي علينا ما يريد وهو قادر على هذا لكنه كان يعطينا الأفكار والمبادئ وكان قادراً على إقناعنا هل ننتهج نهجه هل نسير خلفه هل نتبع خطواته هل نحترم حبه لنا فلا نقبل سيادة من الناس على عقولنا هيا بنا نرجع لأنفسنا كرامتها السليبة من عقولها التي ضاعت لنسترجع العقل ونحترم المنطق ولا نقبل فرض الوصاية ولا سيما في أمورنا الروحية والأبدية مع المسيح الذي لم أعرفه وحلقة أخرى أتوقعها معكم عن المنطق أترككم والرب معكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة